السلام عليكم ورحمة الله اهلا بحضراتكم معايا في قناتي اكلنا بالمصر معاكم هويدة محمود وان شاء الله النهاردة هنعمل مخلل الكرومب والفلفل بطريقة ممتازة ان شاء الله يعجبكم جدا لما هتجربوه لو ملحقناش نعمل اي مخلل قبل رمضان جربوا الطريقة دي في خلال اسبوع هيبقى المخلل جاهز بطعم هاي كمان شكله يفتح النفس كمان الفترة دي الكرومب متوفر بقطرة سعر الواحدة 5 جنيه والفلفل الاخضر سعره من 6 جنيه ل 8 جنيه يعني نقدر نعمل الكمية كبيرة وهتوفر معايا لكن الفلفل الاحمر هو اللي غالي شوي يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير ونقول بسم الله واول حاجة هبدأ بيها الكرومب الابيض وهستعمل واحدة بس حجمها مش كبير قوي يعني ممكن نجيب واحدة صغيرة او واحدة وسط الكمية دي مع الكرومب الاحمر هعمل هعمل برطمان واحد ساعته تقريبا 2 كيلو طبعا الملفوف او الكرومب بيكون هايش شوية يعني هو بيتبل بعد كده وبياخد حجم اقل انا هقطعه شريح بالسكينة وطبعا الجزء ده اللي في النص بيكون قوي شوية فبنحاول احنا نشيله وبعد كده بنكمل تقطيع هستعمل واحدة سليمة بحجم وسط من الكرومب الابيض وبعد ما هقطعه هحتاج لنص واحدة انا طبعا كنت جايبة الابيض والاحمر علشان بستعمله في الصغطة بالنسبة للاحمر فبيبقى حجمه كبير شوية فانا هستعمل نص واحدة بس ممكن ان احنا نعمل الورق بحجمه اكبر من كده يعني ممكن نفتح الورق من بعضه وكل ورقة نقطعها على اربع اجزاء مثلا لكن الطريقة دي بتبقى سهلة قوي وكمان بيستوي اسرع انا خلصت الكمية الاولى وهنشوف دلوقتي الكرومب الاحمر انا عندي نص واحدة انا كنت مستعملة النص بتاعها فهي دي اللي هتكفي مع الكمية انا قطعتها اه برضو هقطعوا شرايح بنفس الطريقة اه الكرومب الاحمر قوي شوية يعني الورق الابيض اه بيكون اه قطرة من الكرومب الاحمر اه الاتنين مع بعض بيدوا شكل حلو قوي وكمان فيهم فويت كتير فاحنا هنعملهم اه اه مخلل سريع يعني اسبوع بالكتير وهيكون مستوي اه طعم مهايل كل اللي بيحب الكروم طبعا كتير مننا اه لما بنعمل محشي بياخد العروق بتاعة الورق وبنخللها وانا مجهزة برضو كمية من الفلفل الاخضر والاحمر علشان هخلله فهاخد منه كمية صغيرة ودي هحطها بين طبقات الكرومب اه معايا اه كام شريحة كده من البنجر اه انا كنت مفرزا فطلعته اطعت منه كام شريحة حطيتهم في البرطمان من تحت وحطيت حوالي اه اربع فصوص طوم اه برس الملفوف اه الطبقة الاولى اه ممكن نبتدي باي لون يعني مش هتفرق كتير لكن انا هرس كل اللون لوحده علشان يبقى البرطمان يعني دي شكل جمالي كده يفتح النفس فحطيت كمية من الكرومب الاحمر الاول اه وبعدها حطيت كمية من الكرومب الابد اه طبعا هو علشان بيبقى هايش انا بحاول ان انا اه يعني اضغط عليه شوية علشان ياخد مساحة اقل اه بعد كده هحط برضو كمية بسيطة من الفلفل الاحمر اه الفلفل موجود الفترة دي في السوق بقطرة يعني الموسم بتاعه فيه كمان الفلفل المستورد ده جميل جدا اه سعره غالي شوية لكن فيه ناس بتفضله يعني السعر بتاع الفلفل الاحمر بيبتدي من عشرين لحد تلاتين اه اللي انا جايبها ده فلفل اسباني فيه برضو نوع الفلفل المكسيكي وده حل وقوي يعني رائع في التخليل اه اللميزة بتاعت النوع اللي احنا هنعمله النهار ده ان هو يعني هيتخلل بسرعة كم يوم وهايكون جاهز طعمه جميل جدا يعني طريقته كمان مميزة في ناس كتير ما تعرفش المخلل الكرومب وكل اللي متعودين عليه ان احنا بناخد جدا بعد ما رصيت كزا طبقة كده برضو في نص البرتمان حطيت اربع فصوص طم وبعد كده حطيت الكرومب الابيض وبرضو بضغط عليه ضغطة بسيطة بحط فلفل اخضر احنا ممكن نعمل الملفوف بس من غير ما نستعمل الفلفل طريقة الفلفل اللي انا هعملها دلوقتي دي طريقة ممتازة يعني انصح اي حد فعلا هو يجربها بخلاف النهية سريعة ومش بتحتاج وقت في التحضير يعني مش بننقع الفلفل ولا حتى بنفتحه بالسكينة احنا هنرزه في البرتمان على طول لكن المحلول اللي بيتخل فيه طعمه زي النوع اللي بنشتري من اي ماركت كبير بيكون محطوط في محلول لونه فاتح مش واخد اي لون خالص زي الانواع اللي احنا بنجيبها من برة بتبقى فيها مثلا مية الترش دي كمية الفلفل اللي انا هستعملها ومحضرة برضو كمية من الفلفل الاحمر هرصه في البرتمان زي ما قلت من غير اي تحضير خالص مجرد ان انا غسلته بس هبتدي احطه بس بنحاول نحنا نوزعه كويس عشان ما ياخدش مساحة كبيرة طبعا انا رصيت برتمان الكورومبو هركنه على جنب وهنرجع تاني نشوف المحلول بتاعه عمل ازاي لان كل واحد من الاتنين واخد محلول بطريقة مختلفة شوية يعني المقدار مختلف هي نفس المكونات بعد ما حطيت كمية من الفلفل الاخدر هرص برضو كمية من الفلفل الاحمر علشان جميل جدا كمان لما تجربوا طعمه اتحدى اي حد ان هو يبطل يعمل الفلفل بالطريقة دي ممكن ان احنا نعمل الفلفل الاخدر بس لكن الفلفل اللي انا هستعمله مستو ان هو مش حامي قوي يعني في حرارة بسيطة بعد مرصيت الكمية بحط شرايح لمون انا استعملت لمونتين بس بحجم كبير وبرص الشرايح بين الطبقات علشان الشكل الجمال يبقى بالطريقة دي كمان بيضيف طعم حلو قوي يعني هو مش للزينة بس بعد ما هخلص الكمية هنبتزي دلوقتي نحضر المحلول لكن ضروري نكون حطين مية على النار تغلى لان الفلفل هنحط له مية مغلية البرطمان هياخد حوالي خمس كبيات كبيتين المية بياخدوا اربع معالق ملح وفنجان خل يعني الكباية بتاخد معلقتين ملح فنجان الخل مش الفنجان اللي هو بتاع القهوة فنجان اكبر شوية اللي هو ده بحط مقدار الملح طبعا كل واحد عارف البرطمان اللي بيستعمله الساعة بتاعته قد ايه انا هستعمل حوالي خمس كبيات وهحدد المقدار بتاع الملح وكمان الخل ودي المية المغلية اه شوفوا حضراتكم وانا بضيفها بتطلع البخاريا دوبك انا لسه جابها من على النار على طول اه الطريقة دي بتخلي الفلفل استوي بسرعة كمان الطعم بتاعه هايل يعني المحلول ده على قد ما هو فوش مكونات كتير لكن بيدي نتيجة مبتازة اه فعلا على ضمانتي مش هتفرقوه عن اللي احنا بنجيبه مسلا من كارفور اه نفس النتيجة يعني بدل ما نجيبه بسعر غالي قوي هنعمله في البيت بطريقة بسيطة جدا يعني ان شاء الله في خلال اسبوع هيتاكل نيجي بقى للمحلول بتاع الكرومب تقريبا مقدار الملح واحد كل كوباية هتاخد معلقتين كبار من الملح لكن هناخد معلقتين من الخل مش هنقطر كمية الخل هنا لكن طبعا الملفوف هياخد كمية اكتر من الميا لان هو مش واخد مساحة كبيرة في البرطمان هو هايش على الفاضي فهيحتاج كمية ميا اكتر المحلول هنا انا حضرت الخل والملح مع الميا ميا عادية من الحنفية مش مغلية هضيف الميا طبعا احنا ضيفنا التوم وشرايح البنجر اللي هو الشماندر فكده المحلول هنا بيختلف شوية في الطعم التوم والبنجر بيدي طعم تاني كمان لون يعني بعد ما هخلص اضافة الميا هنشوف دلوقتي ان البنجر هيبتدي يخرط لون وهيدي شكل حلو قوي للكرومب بعد ما حطنا في البرطمان وضفنا المحلول بعد ما خلص هحط كم شريحة دول فاضوا من برطمان الفلفل فحطتهم على الوش يضيفه طعم وبكده البرطمان بقى جاهز زي ما حضراتكم شايفين كده البنجر بدأ يطلع لون على طول كل الكرومب الابيض هياخد لون جميل جدا كمان المحلول هيبقى طعمه هائل ده برطمان الفلفل البرطمان شكله جميل قوي المحلول بتاعه بسيط يعني المخلل في الماركت سعره عالي قوي والبرطمان سعته صغيرة يعني الكمية اللي فيه بسيطة في حال ان احنا نقدر نجيب كيلو فلفل او اتنين كيلو ونحطهم في برطمان بالشكل ده ومش هياخد اكتر من مياه مغلية وخل وملح والنتيجة هتبقى ممتازة جدا انصحكم فعلا تجربوا الفلفل بالطريقة دي وبالرغم ان انا كنتم صورة قريب لكن طبعا خلص وحبيت اعيده تاني علشان كل اللي يشوف الطريقة دي جربها وان شاء الله هتعجبكم السلام عليكم ورحمة الله